اشتركوا في القناة في النهاية التقرير مليان بكلمات ربما غير محتمل لا نعلم وإلى آخرة يعني طول الفترة الماضية حاولوا إيهام العالم بأنه لدينا فيديوات وأدلة واختها تقرير قائم على تحليلات والآن نشر بيان من وزارة الخارجية السعودية يشير إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير هذا البيان من وزارة الخارجية السعودية وضع النقاط فعلا على الحوف في النهاية وهذه رسالة لنا كسعوديين مدام بلدك يسير نحو المستقبل بخطة ثابتة في الصناعة وفي كافة المجالات المتاحة للصعود دوليا وللاكتفاء ذاتيا تأكد أنه من الطبيعي وغير مستبعد أن تستمر محاولات تعطيلها وتشتيت تركيزها من عدة قوة عالمية لا ترغب باستغناء السعودية عنها أو محاولة منافستها بميادين أخرى تعتقد بنا حكرا لهم في أمان الله